عايز أتوقف بعض الشيء عند فكرة أو تحديداً عملية تدمير إيلات لأنها تم تكسيدها درامية ونعرف أن سيادتك ليك باع في مراجعة الأعمال الدرامية والسينمائية من مراجعتك لأحداث الفيلم لأن كلنا متعلقين بيه وكلنا بنشاهده وبنتفاعل معه هل الفيلم أوفى وكفى ما حدث ولا كان هناك بعض الدراما بتحكم شوية في أن في بعض الحاجات ممكن ما تظهرش هو للأسف الفيلم أغفل الحقيقة كمان لأن الحقيقة إذا كانت قدمت بالشكل الذي ظهرت به أو وقت التنفيذ لكانت أكثر إيلاماً وأكثر ألماً على العدو أولاً أن الفيلم أظهر العمليات كلها في عمالية واحدة وهذا أمر لم يحدث العمليات كانت ثلاث عمليات وفكرة أننا أدخل طب كويس يعني فرصة بقى أننا نعمل فيلم جديد من أئلات ثلاث مرات في فترات متفوتة كل مرة إسرائيل تأخذ كل الاحتياطات وكل الدفاعات ورغم ذلك يتم الاقتحام وتم الاختراق بسطة رجالة ده فضع البشرية يعني المتبقي فيهم على قيد الحياة الأبطان الرمي عبر رحمن ربنا دول الصحة ربنا دول الصحة وهو بنفسه من روى لي الملحمة ولنها عمليات إلات كانت أكثر من ثلاث عمليات أول عملية دخلت قوات الضفاضع البشرية ولكن لم تدخل ميناء إلات الحربي ودخلت ميناء إلات التجاري فلغمت السفينتين هيدرومة ودهالية ودول مدنيين سفن مدنية والعملية دي اللي استشت فيها الشهيد محمد فوزي البرقوي ثم بعد ذلك وهي دي العملية اللي تم إظهار فيها أن القوات سفرت للأردن والعراق وعادد كان فيه تخطيط وتجهيز كبير ولكن نأتي للعملية الرئيسية العملية التانية وهي تتجلى فيها قدرة ربنا والعقيدة القتلية للمقاتل المصري أن باختصار هم أربعة من الدفاضع أتشرفت أن يتدربت على إيد واحد منهم رحمة الله عليها علي أبوريشا رحمة الله عليهم هو على أبوريشا كان البادي بتاع القبطان عمر البتلوني وثم رامي عبر رحمان ومعه محمد عبد العزيز جميعهم رحمة عليهم عادة الأبطان رامي عبر رحمان وراحوا بلانش عادي جدا لحد بداية مدخل خليج العقبة بمنتأس سهولة وكانت القصة كلها أنه هو حيسبح خليج العقبة كله وده مسافة كبيرة جدا وهتسلل لميناء لأ بمنتأة البساطة ويلغم بتشيف عبتيام والعودة أثناء الإعداد والتجهيز لعملية الإنزال للدفاضع اكتشف الرقيب محمد فتحي أن خزان الأكسجين فيه مشكلة وخزان الأكسجين برضو وعشان الله أطيلها على حضرتك خزان الأكسجين ده دائرة مغلقة يعني إحنا بنقض الأكسجين بيتحرق في السدر ويرجع سنكسيد كربون ويتنقع عشان يتلافى قصة الفققيع الهوى فما يبنش إن فيه حد غد صون فمعنى أن خزان الأكسجين فيه مشكلة فالمشا النفسه المأمورية أو المهمة لازم تتلغي لأن مفيش دفضع بيروح لوحده فلما يكون الوضع كده يقوم الأبطان رامي عبدالعزيز ربنا اديله الصحة يقول له أنا هاخد الألغام لوحدي وهروح لوحدي وده طبعا فكرة الدفاضع لأن الزابط بيبقى دوره وفي الدفاضع بيبقى معال البصلة والأتاج بورد يعني البصلة والساعة والديبسوميتر وهو اللي معال الزاوية والاتجاه والسرعة والعمق عشان لو تخطى العبق يخش في مشكلة والصف صابت بيبقى شاء الألغام لحد ما وصله تحت الهدف ويبتلو يلغمه ففكرة أن رامي عزيز يرفض أن المأمورية والميشن تنتهي وياخد هو الألغام بنفسه هو الحكاية دي على لسانه لهم راحوا في كانت ليلة تقريبا ليلة ليلة شبه قمرية يعني الأمر ممكن يكون فيه غيوم وبيحكي بنفسه أن هم راحوا لحد هناك والباضي سواء كان محمد فتحي استنى والأبطان عمر والأبطان علي أبو ريشا رحمة الله عليهم دخلوا الاتفاق بينهم أنه هو هيروحوا على بيت شيفع ورامي عبر رحمن هيروح على بيت يام لوحده هو بيحكي بنفسانه أنه هو لما وصل تحت بات يام بات يام دي نقلت جند بيقول لي السماء انشقت والأمر بقى بدر وبقيت شايف بدن السفينة كأني بتفرج على بانوراما وكنت خايف لا يشوفوني لأن الرؤية كانت واضحة جدا قال لي رحت ورجعت ثلاث مرات عشان أحط الأخطار مكان اللغم وعمل حاجة اسمها بيراشم يعني بيشيل الحشف على البدن علشان اللغم يلزأ بيقول لي أنا يعني بيقسم بالله أن كان فيه إيد معاه كل ما بيشيل بالخنجر الحشف ده بينزل بشكل غير مسبوق قال لي حطيت الألغام وزبطت التايمر مش على ثمان ساعات على أربع ساعات وده طبعا مخاطرة كبيرة جدا لأن طبعا عناصر المضادة للدفاضع لما بيحصل تدمير بتجري بترمي عبوات نفس الشيء قام بيه بطن عمر ومعه علي بوريشة ربطوا على أربع ساعات وده ما كانش اتفاق هم اللي التين عملوا كده الواحد يوم وغادر رامع عبر رحمن هو متأكد أنه هو مش راجع وانفجرت الألغام فانتهت باتيام وجبت يعني قررت ما فقاش فيه نهاية فده ما أظهرش في الفيلم الفيلم طبعا فيه في قصة الراجل اللي هو قيرتني كنت معاهم ده ما حصلش أصلا في الحقيقة طبعا فكرة أنه أنا عندي برد فأنا مش هنزل لا أنا بقول لحضرك بيبقى عندنا في التدريب بيبقى أولا بكلمك على حاجات أنا شوفتها بنفسي بصف ظاب التعبان ورجلية وجعاة وعيان ويقول لي لا فندم هنزل وإحنا في التدريب يعني لو عند ارتهاب رئة وهنزل فما بال من العملية فما بال من العملية فطبعا دي حاجات حش ودرامي ولكن أنا كان من وجهة نظري أنا كرجل عسكري إن كانت المفروض الحقيقة بان لأن يعني المفروض أولا رامع عبر رحمن ربنا دول الصحة هو ضفد على البشر الوحيد على وجه البسيطة اللي عمل الموضوع ده حاجة عمل القصة دي خالص ممكن هي فرصة كل سنة بنقول إن حرب أكتوبر بيطلع منها أسرار وذكرياتها متجددة يوم سنة بعد سنة ممكن فرصة السنة دي إن احنا نلقي الضوء على الجزئية دي تحديدا في فيلم الطريق إلى إيلات لأنها ملتصبت جدا واحتمال يتزاعي النهاردة كمان إن شاء الله على الششت